انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصا منها على مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك وصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة وذلك تزامنا مع قيم الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الامنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الامني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السلمائي واماكن تجمع المواطنين كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الامن والامال للمواطنين خلال ايام العيد وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال فرق موسيقات الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون بتزامن مع انتشار القوات تشارك وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسئولياتها الاجتماعية والانسانية عيس وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد تحتوي كحك العيد على المرضى من من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرضى نشكركم على محبتكم وعلى زرياتكم الحلوة وفرحتونا وفرحتو عياننا وربنا يفرح قلبكم وكل سنوان طيبين هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية وأولادنا كلهم فرحانين والحمد لله أنتم بتزرونا وأطفالنا كويسين دايماً طول ما هما بيشوفوك إحنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه هو دايماً مش نسينا وفكرنا وبيفرحنا دايماً وبيفرح أولادنا أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد بنشكر زباة وزارة الداخلية اللي هما جووا من النهاردة وبساطوني وبساطوني وقابوا له لفس العيد شكراً إنهم فرحبني بمناسبة عيد الفترة المباركة كل سنوات طيبية أحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها الأطفال والمستشفيات لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم أحب أشكر وزارة الداخلية على النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الأطفال وطبعاً ده لي إحساس حلو جداً عند الأطفال وبيدخل السرور على قلبهم وعلى قلبنا نحن كمان ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية يعني دي زيارات متكررة ومستمرة ونتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبات ثانية مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين